نظمت نقابة الصحفيين يوماً تضامنياً مع الشعب الفلسطيني حمل شعار شهر على الطفان يوم مع فلسطين الحاضرون أكدوا على التضامن الكامل مع المدنيين بقطاع غزة الذين يتعرضون للقصف وما يخلفه من شهداء ومصابين في جميع انحاء القطاع تضامناً مع الشعب الفلسطيني في حربه ضد الجيش الإسرائيلي نظمت نقابة الصحفيين يوماً تضامنياً حمل شعار شهر على الطفان يوم مع فلسطين اليوم التضامني الذي حضره صحفيون ومساندون للقضية الفلسطينية أكد على التضامن الكامل مع المدنيين بقطاع غزة الذين يتعرضون للقصف وما يخلفهم من شهداء ومصابين في جميع أنحاء القطع متضامنين مع الشعب الفلسطيني منذ بداية القضية الفلسطينية أجيال وراء أجيال يعني يعني أنا أتولدت 55 من قبل 55 وأهلي متضامنين مع فلسطين وأولادي متضامنين مع فلسطين والنهاردة أحفادي متضامنين مع فلسطين النقابة أي مبدور كويس قوي بخصوص تجاعة جمع التبرعات لتوصيل أخواتنا الفلسطينيين إذا كان أدوية أو ملابس بقالنا شهر بنيجي بنقف فقافات تضامنية واحتجاجية على اللحوص في الوقت الحالي بالنسبة للمجازر اليومية هيبقى فيه خليط من الأغاني الشعبية الفلسطينية والأغاني المقاومة وهيبقى فيه مونولوجات غزة اللي هي تألفت بعد الحرب على غزة في 2008 و2009 اللي هي اتعملت مع أطفال بيعانوا من الأزمة من الحرب شهد اليوم التضامني حضور عدد من أهل المصريين العالقين في قطاع غزة مطالبين بالتواصل مع ذويهم في ظل ظروف الاتصالات الصعبة ولا تزال القضية الفلسطينية تخيم على الأوساط الصحفية وتعمل من الحين إلى الآخر ممارسة الضغوط الإعلامية لإظهار الصورة الحقيقية للأوضاع في قطاع غزة محمد الخطيب التلفزيون المصري